نهاية جدل تشكيل الحكومة الإسرائيلية بإعلان الرئيس الإسرائيلي أنه سيكلف زعيم حزب أزرق أبيض بني جانيتس بهذه المهمة هذا الإعلان جاء عقب توصية حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أبكدور ليبرمان بإسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة لجانيتس ما يعني أنه حصل على توصية 61 عضوا من أصل 120 عضوا من البرلمان وحظي جانيتس بتوصية حزبه 33 مقعدا والقائم المشتركة 15 مقعد وتحالف جيشر العمل ميريتس باستثناء نائبة واحدة أي 6 مقاعد فضلا عن حزب ليبرمان 7 مقاعد وجرت المشاورات النيابية الأحد في منزل الرئيس الإسرائيلي بالقدس بشكل مقلس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وشهدت إسرائيل ثلاثة انتخابات عامة في أقل من عام ذلك بعد فشل رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيمين نتنياهو قائد معسكر اليمين جانيتس قائد معسكر يسار الوسط في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر